الأصدقاء والأخوة الأعزاء الزملاء وقراء مرحبا اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن عميق امتناني وشكري لكل من تضامن معي سواء بكتابة البوستات أو بالتعليق أو المراسلة على الخاص أو الاتصال التليفوني على خلفية حملة التشويه والتهديد القديمة الجديدة التي اتعرضت له خلال الأيام الماضية بصراحة أنا عاجز عن الشكر لحيال هالحفاوة والاهتمام اللي أبديتموه تجاهي والاستنكار والتنديد الذي لقيته الحملة الشعواء ضدي من خلال هالتضامن اللي ما توقعته وما طلبت من حدا يعني بصراحة يعني أنه يتضامن معي لكن ما كنت اتوقع كمان بصراحة أنه الحملة تتسع كتاب أدباء فنانين جشكيليين مثقفين نشطاء ساسي كرد وعرب سوريين مغاربة مصريين فلسطينيين ويعني لا أعلم ماذا أقول حيال هالثقة والمحبة اللي منحتوني إياها يعني باختصار هذا هو رصيدي الوحيد الذي أفتخر به وأحافظ وأحاول قدر المستطاع الحفاظ عليه شكرا كتير مرة تانية ويعني بهاي المناسبة حابب يعني توقف عند عدة نقاط من هاي النقاط اللي حابب أولى أنه أنا من خلال مسيرتي في الكتابة من 2001 2000-2001 التفرق للكتابة بحياتي ما زعمت أنه أنا كنت كادر وقيادي بارز ومهم في حزب العمال الكولستاني أو في حزب الاتحاد الديموقراطي أنا لم أدعي هيك شيء أبداً يعني لكنني كنت ناشط كنت ناشط سياسي دمن تنظيمات الحزب من 1993 ل2008 هذا النشاط يعني يندرج دمن النضال السلمي المدني يعني جمع تبرعات من الناس التوعية الحزبية نشر المطبوعات نشر المنشورات عقد الاجتماعات تحريد الناس على العمال على الالتزام بخط الحزب أو نشاطات الحزب في هذا السياس هذا كان نشاطي وأحياناً كان نشاطي يعني يطلع خارج المدينة كمان وبالتالي أحياناً يعني في البعض قد ينظر إلى هذا النشاط بعين الانتقاص يعني أنه أنت لم تكن كادراً يعني أنا النشاط اللي كنت عم ساوي أو أنجزه يعني لم يكن ينقصه شيء إلا قضية العمل المسلح الذهاب للجبل وفق المنطق الأبوتي أو الثقافة وعادات وتقاريد حزب العمال الكردستاني أنه الكادر الحزبي حتى ولو كان عمره شهرين وأهم أو أكثر أهمية من العنصر المدني الموالي والمساند والناشط ضمن صفوف الحزب لكنه مدني حتى ولو كان عمر هذا النشاط عشر سنين دائماً يطلعوا على الموضوع باستصغار يعني فلان كان عضو في الجبهة فلان كان عضو في الجناح المسلح هالتصنيف الأبوتي يعني الاستصغار من إمكانات الناس والجهد الناس للأسف ما زال موجود يعني واحد أنا لمسته يعني بعض المنشقين عن الحزب هون في أوروبا يعني هوشانك هذا كان في يوم من الأيام أنا مسؤوله كان بيشتغل عندي وكانه كان بيشتغل عند أبوه كان بيتلقى التعليمات مني وأنا كنت كذا وأنا كنت المسؤول 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 اللي فوق لكن يعني يعني العبره في النتائج يعني هذا المسؤول اللي كان بيرأسني الآن يعني أين هو وهذا العنصر المدني المتواضع الصغير اللي كان يعني يربط صلة ما بين الحزب والشعب اتجه للكتابة وتفرغ للكتابة وصار له حيس آخر مختلف يتجاوز الحزب وينتقد الحزب أيضا يعني فقضية الاستصغار والاستهانة بقدرات الناس لدى البعض يعني وكأنه الزمن عنده متوقف يعني ما بيعرفوا أنه الناس تتطور العقول تتساع شخص عادي ممكن يتعب على حاله يصير يعني شيء في في المستقبل لا ودائما عنده فلان أنا كنت مسؤوله وفلان كان يتلقى مني التعليمات وكذا وعلى أي حال يعني أحيانا هذه الطريقة من الإسفاف والسطحية والاستصغار بصراحة يعني لا تستوجب حتى الرد يعني لأنه تعبر عن خواء اللي بيطرح يعني خواء أصحابها اللي بيطرحوا هيك تقييمات وتوصيفات حيال الناس يعني يعني أنت أنت استصغر جهد الناس أنه فلان كان مجرد يجمع تبرعات شو يعني يجمع تبرعات شو يعني يوزع مطبوعات أو مناشير أو كذا أليس هذا في العرف السياسي وفق القانون ونشاط سياسي مدني معارض يعاقب عليه القانون يعني كم من النشاطاء المدنيين الجبهويين زجوا بالسجون بتهمة القانون ما بيعرف التقاليد الأبوشية فلان كادر فلان جبهوي فلان مدني فلان عسكري لا أنت في هذا السياق السياسي أنت منتسب وأنت ناشط وأنت تسوق لفكرة معينة وتروج لفكرة معينة فبتالي أنت متهم على هاي حال يعني من ضمن الأمور اللي أحيانا في الآوينة الأخيرة بات يروج لها بعض أو اللي بيستهدفون يعني حزب الاتحاد الديموقراطي وحزب العمال الكورساني ما راح يصدر بيانات أنه استهدفوا الشخص الفلاني استهدفوا هو شانجو سي لا فيه تعميم فيه تعليمات داخلية هذا من جهة وفيه يعني دفش لبعض العناصر المعينة لإثارة حملة التشويه والتضليل والتصفية المعنوية هاي هاي تصفية معنوية عندما تفبرك أقويل عندما تفبرك معلومات غير صحيحة عن شخص معين بداعي التشويه والتشيير وكذا فهذا شو شو هذا مقدمة للتصفية الجسدية يعني بالتوازي مع حملة التشيير اللي صارت واللي ما زالت مستمرة سواء في سوريا أو في أوروبا يعني أنا اتلقيت الكثير من رسالة تهديد رسالة تهديد الصريح بالقتل يعني ولا لا يهمني يعني لكن أنا بعرف مع أي منظمة أو مؤسسة أتعامل يعني أنا بعرف أنه هاي المنظمة لها تاريخ مديد وعريق في عمليات تصفية الداخلية تصفية الجسدية وبالتالي يعني يعني أود أن يكون في معلوم المسؤولين لدى حزب العمال الكردستاني ولدى حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا وهون في أوروبا في جبال قنديل وأيضا في أوروبا يعني أن يكون في معلوم أنه يعني السلطات البلجيكية هنا على طلاع يعني أي اعتداء جسدي أتعرض له يعني دغري يعني السلطات البلجيكية ستلتقط المتهمين يعني بعناوين بأرقام تليفونات بأسماء في بلجيكا وفي ألمانيا وفي كل بلدان أوروبية يعني هناك قائمة بالأسماء اللي زودت بها السلطات البلجيكية أنه أنا إذا يعني تعرضت لأي شيء فهؤلاء هم المسؤولون فلان فلان عنوانه كذا رقم تليفونه كذا اسمه كذا وبياناته فهذا ليس خوفا من قضية الموت أو كذا لكن قد تدبير احترازي يعني الهدف منه أنه الجاني يعني لا يفلت من العقاب لا يفلت من العقاب يعني من ارتكب مجزرة في عام مودة فلتوا من العقاب فلتوا من العقاب أو فلتوا من العقاب إلى حين لأنه الآن الغرب مشغول بالحرب على الإرهاب وبحاجة لألون كمقاتلين تحت الطلب وكبنادق تحت الطلب لكن فيما بعد ستفتح ملفاتهم يعني وستفتح أضبارات كل الانتهاكات عموما يعني أكرر وبالعربي الفصيح ونبي يفهموا بالعربي وبيترجموا وبيتابعوا كل كلمة يعني بيحاسبوا الناس على اللايكات اللي بيطنحط على منشوراتي فأي اعتداء أتعرض له في بلجيكا في ألمانيا في كل البلدان الأوروبية في تركيا في كردستان العراق في أين كان المسؤول المسؤول الأول والأبرس عن هذا الاعتداء هو حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني بأسماء القيادات بأسماء المسؤولين بعناوينهم الموجودة لدى السلطات هاي نقطة انتهينا منها النقطة التانية موضوعة عندما يناقشون شيء معين يكثرون من الربط يعني وكأنه هذا الحزب حزب قبلي حزب عائلي يعني يربطونه شانك أوسي بعمر أوسي عمر أوسي على مثالبه وأخطائه وعلله وانتقاداتي الشديدة له وخلافي الشديد معه في فترة وجودي في سوريا وبعد خروجي من سوريا وبعد اندلاع السور السوري يبقى أفضل بكثير وأشرف بكثير منهم لماذا؟ لأسباب ذكرتها في فيديو السابق وهذا ليس مزيحا يعني أنا على قطيع مع الرجل أنا لا أمدحه هذه معطيات وبإمكان أن يقولوا لا يعني بماذا يعيرونني يعني عمر أوسي عمر أوسي الذي يستهين يعني يستهينون به على أساس أنه علاقته مع النظام وهو حليف النظام وما إلى ذلك عمر أوسي لم يدفن تحت الأرض ثلاث أربع تالاف مقاتل ومقاتلة كردية كرمال عيون بشار الأسد لم يفعل ذلك عمر أوسي لم يتسبب في دمار مدينة مثل كوباني دفاعا عن بشار الأسد عمر أوسي عندما غادر أجلان سوريا مسافرا لم يتصل بصالح مسلم ولا بآلدال خليل ولا بأي من هؤلاء الموجودين في الساحة ذهب معه عمر أوسي كان يثق بعمر أوسي عبد الله أوجلان الزعيم النتوي القومي تبعكون لم يثق بكل هؤلاء هالتشكيل الموجودة في الساحة كان يثق بعمر أوسي وبالتالي عندما تستخفون به أنتم تدينون أنفسكم حتى الآن عمر أوسي له اتصالات مع جبال قنديلي مع قيادتكم المركزي أنتم يعني جايين على أساس أنه عم تقول والله هذا عمه شو علاقتي بعمي يعني أنا كتبت مقال نقدي صريح وواضح في سلوك وأداءه عمر وسوانا على قطيعة معه شو هالسلوب الساجج والأحمق في المقاربات السياسية والنقاش السياسي شو علاقة المساء الهيسيلة القربة وبالاختلاف في التوجهات والردود السياسية يعني فلان قريب يعني منه طيب عمر أوسي هذا اللي بتحكون عنه يعني صالح مسلم لديه شقيق قيادي بارس في جماعة الأخوان المسلمين مصطفى مسلم معروف ومصطفى مسلم كان في تركيا وأدل بتصريحات لوكالة الأناضول وصف فيها البككة والبيدة بالإرهاب وأهان المقاتلين الأكراد أهانهم عمر أوسي يمدح المقاتلين الأكراد يمدحهم أنتم تستهدفون عمر أوسي وتتجاهلون شقيق صالح مسلم طيب أنا تبرأت من سلة القربة من عمر أوسي في مقال يعني بداية الثورة يعني نتيجة مواقف عمر أوسي وتحالفوا مع النظام أنا لا لا يعجبني كائن من كان يعني أنا أصلا سبب خلافي مع حزب العمال الكردستاني وبيدة شو كان العلاقة مع النظام العلاقة مع النظام هو مناهضة الثورة والوقوف في وجه الثورة هات كان سبب خلافي مع حزب العمال الكردستاني وحزب البيدة وهات كان سبب خلافي مع عمر أوسي أيضا عمر أوسي لم يهين لم يشتم المقاتلين الأكراد أخوه لصالح مسلم القيادة في الأخوان وحليف أردوغان وحليف التنظيمات التكفيرية والذي يشتم ويصف البككة بالإرهاب والبيدة بالإرهاب والمقاتلين يهين المقاتلين وفي تصريحه رح أنشهره على وكالة الغناضل هل صدر من صالح مسلم موقفي وازي موقفي من عمر أوسي هل تبرأ صالح مسلم من صلة القربة من شقيقه هل رفض صالح مسلم الإهانة التي لحقت بابنه الشهيد من قبل شقيقه هل فعل ذلك هل يجرؤ على فعل ذلك هل يجرؤ فعل حزب بيادة بإصدار بيان يندد بتصريحات ومواقف شقيق صالح مسلم شقيق صالح مسلم كان فاتح منظمة إغاثة في كوباني ويحاول أن يجذب الناس عن طريق الإغاثة وشقيقه الآخر كان وكيل عبد الرحمن مسلم كان وكيل مصطفى مسلم في عمليات الإغاثة وحاولوا يبنوا جامع يعني يحاولوا كوباني إلى أسلموها وبتجو بتحكو يعني بتقولوا والله الإعلام الوهابي والأخوان المسلمين والأردوغانية ما الأردوغان؟ جمعية الإغاثة التي كان يمولها مصطفى مسلم هاي المعونات الإغاثية كانت تذهب للأسايش وتذهب لوحدات حماية الشعب وهاي بفيديو موثق سأنشره كمان جاي أنتوا جايين على شو عمدت يعني على شو عمدت يعني فعلا يعني بتحطوا حالكم في مواقف بايخة وتافحة وسخيفة يعني شو هالأسلوب في الرد أنا عندما أنتقدكم أستند إلى معطيات إلى معلومات موثقة ردوا علي من نفس المصادر مصادركم أنتوا لأنه تحكوا تقولوا والله هذا عمه عمر أوسي شو عمر أوسي؟ عمر أوسي أشرف منكم على علاليه وعلى خلافي معه بيلجأوا والله كان ينتقد الأحزاب الكردية أنا أنتقدت الأحزاب الكردية في العمق في 2008 أيضا كنت أستند على مصادر ومعطيات ومعلومات وكذا ربما أكون حاد يعني في انتقاداتي تلك انتقدت قيادة كردستان العراق انتقدت الاتحاد الوطني الكردستاني لكن لا الديمقراطي الكردستاني ولا الاتحاد الوطني الكردستاني عملوا مثل كون أنا راحت على كردستان العراق بفيزا بـ 2013 ورحت على مهرجان قلاويج والاتحاد الوطني اللي أنا كنت أنتقد زعيمه كرموني في هذا المهرجان لا الاتحاد الوطني الكردستاني استهدف كرامتي ولا الديمقراطي الكردستاني استهدف كرامتي ولا حدا منهم قال والله هذا قرائب فلان ولا قرائب علان شو هالمنطق السقيم والتافة والسخيف في التعامل مع الرأي المختلف تارة يأتون ويقولون ويكررون هالسطواني كان ينتقد جاندوس جاندوس صديقي الآن نحن أصدقاء انتقدته بحده وهو أيضا انتقدني في حده وانتقادي جاندوس كان دفاعا عن حزب العمال الكردستاني اللي حاليا أنتو على أساس عمد دافع عنه كان هناك اختلاف في التوجهات في الرؤى احتد الخلاف احتد السجال ولكن تصافت القلوب أنتو عمد روحوا وترجعوا لمقالات عمر خمس سنين الآن لا أردوا بما أرده عليكم خلوا الرد يكون من جنس المادة أنا أرد عليكم أنتقدكم من سرخبون ردوا علي من سرخبون أنتقدكم من كتاب سبعة أيام مع أبو أنتقدوني من نفس الكتاب مدروحوا وترجعوا لمقالات قديمة تستسمروا بالرخص وتفاهى وسخافة يعني انتقاداتي للشهيد مشعل تمه أنتقد شهيد مشعل تمه واعتذرت منه وكتب نص رثائفي وذكر استشهاده وجريمة اغتياله كانت السبب الرئيس في افتراقي عن حزب العمال الكورستاني وتقديم استقالتي من قناته التلفزيوني جيبوا شي جديد انتقدوني شي يكون فيه فعلا يسند على أرضية منطقية فيها يعني تكتسب شروط المنطق والعقل في أعراف الاختلاف والتباين الفكري يعني سيأتي ومسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي نحن لم نصدر تعليمات لتشعير بهوشانغوسي أو لم نهدده طبعا سيقولون هكذا يعني هل تتوقعون من المسؤولين والقيادين في حزب الاتحاد الديمقراطي أن يقولوا خلافة ذلك لا سيقولون لكن من تحت الطاولة يقولون أشياء كثيرة ويدفشون بعض الحمقى والسزج يعني البعض يحاول أن يجد لنفسه موطق قدم أو يقدم أوراق اعتيمات أو يحاول أن يحسن وضعه فما بيلاقي أسهل من طريقة التهجم على وشانغ صارت موضة يعني حيث هالشغل يعني لكن فاشلة فهل الأسلوب مفضوح وفاشل من جهة أخرى يعني قضية أنه الاختلافات البينية يعني الاختلاف أنا يعني ليس خلافي مع أشخاص أنا بصراحة يعني لا يسترعي انتباهي الفيسبوكيين أنا المخاطب طبعي إن حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي والمثقفين طبعهم والإعلامين طبعهم أما هنا وهناك يعني اللي بيكتبوا على الفيسبوك وكذا هاللوني لا يعني مش مخاطبين إذا حدا شاف بنفسه والأهلية والكفاءة أنه يرد فالي تفضل يعني يرد بالمنطق مش بقضية الاستصغار والاستخفاف والإهل لا يعني بجدية هما يعني بعد ذلك بصراحة يعني لا يعني محترامي للجميع لا يسترعي انتباهي وأنا ما أنا عليه إلى أن يثبت العكس وكيف سيثبت العكس بالمنطق والحجة والبينة التي يفترض أن يقدمها أما حملات التشوي والتهديد وحتى الاستهداف الجسدي المباشر ما بتفرق معي وهي يعني يعني خمس ست سنوات وأنا عم بالدقد وهني عم ما يسفه الموضوع يقوله ردود أفعال في شي رد رد يعني رد ردد فعل تستمر كل هذه السنوات هل هذا منطق هل هناك عقل يقبل هيك شي خمس سنوات متواصلة من النقد في العمق هل هي ردد فعل من فلان أو فلان أو كذا لا هو خلاف سياسي وفكري حاد وانتقدوا انتو كمان انتقدوني على هاي القاعدة الثقافية الحضارية المتينة قاعدت الاختلاف الفكري قاعدت الاختلاف السياسي وردوا علي من مصادركن إذا أنا كنت فعلا متجني عليكم مع هذا ذلك فأنتو بدينوا نفسكم عندما تقارنون أو تسفهون الأمور أو تحاولون الحاق شنق أوسي بعمر أوسي كل في سبيله هو مسؤول عن تصرفاته أنا مسؤول عن تصرفاتي هو عمر أوسي يمدحكم ويلتقي بقياداتكم وقياداتكم مش بس هيك يعني الكل بيعرفوا يعني قبل ما يتأسس بيدي قبل ما يتأسس بيدي حزب العمال الكورتستاني كان عم يحاول يأسس حركة اسمها حركة صلاح الدين وصار عدة اجتماعات في دمشق ودعوا عمر أوسي كانوا سيكلفون عمر أوسي هذا الشخص اللي انتو حاليا عم تهاجمه وتحاولون ان تلحقوني به يعني بفترة التجمع لما اسست التجمع أنا ما صرت عدو في التجمع أنا ما صرت وطرح علي وما صرت عدو في التجمع يعني في حركة صلاح الدين وتحذيرات كمان ما صرت في تبيدي كمان ما صرت ما صرت يعني أنا ما كنت حب الالتزام الحزبي وهل الانغلاق والدوغما والتأطير هذا طرحتوا على انتو طرحتوا على عمر أوسي انو يستلم هاي دفت هاي الحركة واللي كانت في البداية قبل انو يصير بيادة فالرجل طرح انو انو لا يمكن تكرار تجربة التجمع يعني التحكم بالحزب عن طريق رومات كونترول لا يمكن فانسحب من هاي العملية انتو طرحتوا عليه انو يتولى أمور الحزب قيادة حزب كون طرحت عليه وهي أمور موثقة هلأ جايين انو يعني يعني عمر أوسي تابع لنظام انتو خدموا خدموا انتو خدم هذا النظام خدم يعني ومش بس خدموا بتضحيات غالية يعني 2000-3000 مقابل مقاتل لحماية نظام الأسد هاي مين سواها يعني ما حدا سواها غيركم فهلأسلوب المتدني في النقاش والسجال السياسي والفكري يعني من العسير يعني أن تتخلوا عنه لانه صاير متأصل فيكم صاير من ثقافتكم صاير عاداتكم تقاليدكم مبنية عليك هيك زهنية صعب صعب تتخلصوا منها لكن إعلموا تماما انه انه انتو عم يعني تدينون أنفسكم بهيك طريقة وتعرون أنفسكم بهيك اسلوب في التعامل مع المختلفين معكم وربما يكون للحديث باقية شكرا كتير شكرا كتير